وكان رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب أكد أن استعدادات الهيئة للانتخابات النيابية المقبلة تشمل أعلى درجات الشفافية والنزاهة بدءا من لحظة دخول الناخب إلى غرفة الاقتراع وحتى لحظة ظهور النتائج النهائية أبرز تصريحات الكلالد لبرنامج نبض البلد في التقرير التالي في محور حديثه عن اللقاء الملكي بمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب والقضايا التي تعنى بالعملية الانتخابية لمجلس النواب القادم أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالد في لقاء خاص على برنامج نبض البلد أن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الهيئة تشكل دافعا وحافزا للعاملين فيها قدمنا عرض موجز أمام صاحب الجلالة استعرضنا في ما أنجز لغاية الآن وما هي الخطة على المدين القصير والأطول لأن كل المدة قصيرة هي شهر زمان ومن حيث كل الترتيبات اللوجستية اللازمة لإجراء العملية الانتخاب في مستهل حديث الكلالد حول المشاركة الشبابية في الانتخابات النيابية المقبلة ودورهم الرقابي والتشاركي فيها بيّن رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب أن هناك عشرة آلاف متطوع سيشاركون في الميدان لمساعدة المواطنين خلال يوم الاقتراع ركزنا بشكل كبير وبوسائل التواصل الاجتماعي على فئة الشباب وكذلك تحدثنا مع الأحزاب ومع مؤسسات المجتمع المدني مع المراكبين ومع الإعلاميين وحول من يحق لهم المشاركة بعملية الاقتراع أشار الكلالد أن هناك حوالي 150 ألف أردني يحضر مشاركتهم في الانتخابات وهم من أفراد الأجهزة الأمنية هناك حوالي مليون من الأردنيين الذين يعيشون بالخارج وحوالي 150 ألف من الذين يحضر عليهم قانون الانتخاب أن يشاركوا في الانتخابات من منتسبية القوات المسلحة المخابرات العامة الدفاع المدني والدرك الكلالد بيّن أنه قد تم تخصيص مراكز لفاقدي البصر والنطق والسمع لكن لم يسجل بها أي شخص من هذه الفئات مدرسة للفاقدي البصر لكن لم يسجل بها أحد لكن احنا وفرناها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وكذلك 12 مركز للصم البكم عاملين فيها بتعامل بشارة الصم البكم وهنا أيضا لم يسجل أحد وبسؤال الكلالد حول المدة الزمنية المتوقعة للتحقق من وضع 11 مرشحا متبقيا في القوائم الانتخابية للمباشرة بإعلان القوائم أجاب الكلالد بقي 11 مرشح يتم التحقق من وضعهم لا 11 هدول متى بتوقع أنهم ينتهوا ليس طويلة من المحكة 24-48 ساعة تقريبا لكن معنا في القانون لغاية يوم الخميس الهيئة المستقلة للانتخاب تلقت ما يقارب مليونا وربع المليون استفسار من قبل المواطنين حول الانتخابات القادمة عبر كافة وسائل الاتصال المتاحة من قبل الهيئة كان فيه ثلاث وسائل الاتصال إما عبر مركز الاتصال المجاني اللي هو 117 مية أو الرسائل النصية 9-4 أو عبر الموقع الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني تسلمنا 652 ألف استفسار وفي خضم حديث الكلالد عن عمليات الفرز أكد أن هذه العملية لن تتوقف مهما احتاجت من وقت لإتمامها هذه العملية لن تتوقف إذا احتاجت 6 ساعات 8 ساعات 10 ساعات بعد عدد من الساعات وهناك إمكانية أن يذهب هؤلاء للإستراحة ويعاود زملائهم الذين أخذوا القصة المراحة لاستمرار إذن ها هو العد التنازلي لانتخابات أعضاء مجلس النواب الثامن عشر قد بدأ وجاهزية الهيئة المستقلة للانتخاب لهذه المرحلة شارفت على الاكتمال فيما طبق الأنظار تتجه نحو هذا الاستحقاق الوطني في العشرين من أيلول المقبل